مبارك عليك الأجازة يا صديقي ايو يا صديقي شايف وشك نور ازاي؟ شايف الأجازة كده بتخليك احلى ازاي؟ بس لا يا صديقي انت حلو دايما على فكرة المهمة صديقي ان اول ما بتبدأ الأجازة بيبدأ بقى دماغك يدخل فيه حاجات كتير جدا انا عايز اشتغل انا عايز اطور من نفسي انا عايز اانتخ انا عايز اسافر انا عايز اعمل انا عايز اساوي وفي الاخر الاجازة تنخلص ومتعملش اي حاجة خالص فانا جاي لك في حلقة النهاردة اقول لك ازاي تستغيل اجازتك صح بحيث انك ترتاح والتليح وتانتخ وبحيث برضو انك تطور نفسك وايه الحاجات المهمة اللي انت لازم تركز عليها انك لازم تعملها في الاجازة بتاتك لازشهرين شهرين ونص ثلاث شهور دول فلو عايزين تعرفوا اكتر يبقى لازم تابعوا الحلقة للنهاية انا طارق صادق وانت بنوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلكيع فما تبخلش علي باللايك الحلو بتاعك وكمان سبسكرايب ويلا بينا صديقي نتكلم عن الحاجات اللي تعملها في الاجازة بتاعتك عشان تستغلها صح وتطلع منها مبسوط ومرتاح وكمان حد حلو وجميل اول نصيحة صديقي بنصحها لك في حلقة النهاردة لازم ترتاح اول حاجة كيف تعملها في الاجازة بتاعتك انك ترتاح وتانتخ افصل يا صديقي وريح نفسك خالص انت لو عندك عربية ينفع العربية دي طول العمر تعد تدوس بنزين وتسافر وتروح وتجي وما تريحها مش لازم كان العربية بتاعتك عشان تعيش وتبقى حلوة تعمل لها صيانة تغير لها زيت تحط لها شوية بنزين نضاف كده يدلعوها ده اللي انت لازم تعمله برضو مع نفسك يا صديقي وهو انت مش قالة لتفضل شغالة على طول يعني تبقى طول السنة بتذاكر وبتحل امتحانات وبتزبط الدنيا وبعد كده تجي في الاجازة اوبا شغل وتطوير ذات وجري ومش عارف اما ترتاحش لا اول اسبوع على اقل على اقل من الاجازة ريح فيه خالص افصل فيه خالص شوف افلام وسلسلات سافر اخرج مع اصحابك صيف اعمل كل حاجة انت عايزة وبمناسبة صيف لو جيت عندنا في راس البر يعني تنورني مكالمة بس بعتلي على الانستجرام فيسبوك يعني لك يا صديقي اجازة بطك يعني تنورونا في راس البر دعاية مجانية هو ريحت بقى صديقي وانتخت وخلاص خدت راحتك وكفايتك من الراحة يلا بينا بقى نشتغل نشوف بقى الحاجات اللي احنا نعملها في الاجازة اللي هتخلينا ناس احسن ما خلاص انت دلوقتي شحنت طاقتك يلا بقى نستنزف الطاقة دي يلا نخلصها بقى لا بقى غزر والله كله حاجات خفيفة ان شاء الله وهذا يودينا لتاني حاجة معانا في حلقة النهار الده لان حاجة صديقي تعملها في الاجازة بتاعتك هي التدريبات الصيفية مش صديقى تشوف اعلان شغلة مطلوب طالب حديث التخرج sd Bed해야 us عنده سنتين خبره في طالب وانت تستغرب وهنا ا texto دايما الخبرة دي من اي من اه القناة دي هي من هجات التدريب الصيفية ان الطالب فوقت الدراسة كان بيجي في الاجازات ينزل تدريبات صيفية فبتدله خبرة فبتزود الخبرة عنده فببقى عنده مثلا انتلك شهور خبرة سنة خبرة سنتين خبرة فساعدتها بينزل الإعلان طالب عنده خبرة وحد يستخرج وبيجي الطالب اللي كان بينزل تدريبات صيفية بيروح يقدم ويتقبل قال له تم الموضوع حلو هو طارق قول لي بقى يعني ايه تدريبات صيفية وتتعامل ازاي وقدم عليها ازاي بصة صديقي التدريبات الصيفية دي بتبقى في بنوك شركات مؤسسات بتنزل وتبدأ تشتغل زيك زي الموظف بس بشغل اخف شوية بحيث انك تبدأ تتعلم الشغلية دي وتبدأ تكتسب مهارات تانية زي انك بتتعامل مع بشر فتتعلم مهارات زي مهارات التواصل بتحسب حاجات فانت مثلا خريك تجارة او انت طالب في تجارة ونزل تدريب صيفي فانت تتعلم ازاي تحاسب وشغل البنوك والحاجات دي لو اشتغلت في بنك وهكذا بقى صديقي طب يا طارق انا مقدرش اروح شركات ومقدرش اشوف بنوك وانا ماليش وسطة وماليش حد يوديني وماليش حد يجبني والحاجات اللي انت لسه تجيبالي كما راجع ما تقابلتش فيها والدنيا معي سواد خالص وانا حد بتدمر يا طارق وعلى الفكرة مش هتلاقي حد كده بس انا بقول لك عالي في اسوء الظروف اعمل ايه طارق تعرف يا صديقي ممكن حتى لو هتنزل تشتغل في محل بقلة انزل تشتغل في مطعم انزل اشتغل كشير انزل اشتغل اي شغلانة ايه ده يا طارق هو ده هتدينا خبرة ايه صديقي هتديك خبرة وهتديك فلوس ازاي ده يا طارق انت واحد بتاع تجارة صديقي كل التجارة بتتعلم فيها ارقام وحسابات بتنزل البنك بتعمل ايه بتحسب حسابات بتستخدم اجهزة بتعد وبتحسب وبتحط وحاجات كده طب ما انت لو نزلت اشتغلت كشير مش هتحسب مش هتتتعامل مع بشر جايين يشترهم وحاجات فانت هتاخد communication skills مهارات تواصل فما تستقلش باي حاجة صديقه ممكن تديك خبرة وبالنسبة الفلوس زي ما انت ممكن تشتغل في محل بقى لو تكسب منه ومرتب وحاجات من دي برضو تدريبات الصيفية لو نزلت بنوك او شركات او مؤسسات برضو بيبقى فيه اجور لاما بتاخد اجر رمزي لاما ببقى اجر كويس لاما في بعض تدريبات بتبقى مجانية من غير اي فلوس انت وحظك بقى وبردو في نفس الوقت فيه تدريبات صيفية بتكون اونلاين مش محتاج انك تروح المكان او المؤسسات اللي تش تتدرب فيها ودي هتبقى حاجة مناسبة اوي بالنسبة للبنات بالذات لو اهلك مش عايزينك تنزلي ولا تروح ولا تتبهديلي ممكن تاخد تدريبات صيفية من البيت اونلاين طب يا طريق سبابها اوفلاين ولا اونلاين ادور عالتدريبات دي اول حاجة عندك الفيسبوك وجروبات كتير وبروفايلز كتير بينزلهم لو فيه تدريبات صيفية احشر نفسك في المجتمعات دي وهتلاقي كتير تاني حاجة لينكت ان الفيسبوك بتاع الشغل من الاخر تاني حاجة التليجرام وفيه قنوات كتير على التليجرام بتنزل تدريبات وتدريبات صيفية وخلي بالك يا صديقي التدريب الصيفي خطير ومهمة في نقطة مهمة وحساسة قوي انك ممكن تروح تتدرب في الشركة الفلانية دي فيحبه شغلك فيقولك ولد انت رائع بعد ما تتخرج السيفي بتاعك وتيجي علينا هنشغلك يبقى انت كان ممكن تنزل تدريب صيفي يضمن لك شغلنا ما بعد التخرج فالتدريب الصيفي شيء مهم جدا ما تفوتوش على نفسك في الاجازة تاني حاجة تعملها في الاجازة بتاعتك هي الكورسات وتطوير الذات ما ينفعش الاجازة تعدي صديقه ومتاخد لكش كورس ولا اتنين لاما تاخد كورسات في المجال بتاعك انت بتاخد مثلا التجارة فانا هياخد مثلا في مجال المحاسبة مش عارف ان انا ليه تجارة هي اللي ما اسكى معافكم الامثلة بس هيك ما اني انا مش تجارة اصلا بس يديك كلها اللي جاي في دماغي على طول لاما بتاخد كورسات هتفيدك عمتا وهتطور منك عمتا وليها شغل بعيد عن المجال بتاعك او المجال بتاع الدراسة بتاعتك زي الفوتوشوب البرمجة المونتاج تتعلم مثلا مهارات نعمة اللي هي ومهارات التفاوض ومهارات الاقناع وغيرها تتعلم المهارات اللي دلوقتي بتجيب شغل كويس زي التسويق او المبيعات او التسويق الالكتروني وغيره ما يا صديقي فيه كتير قوي المهم يا صديقي خذلك كورسات علشان تكبر السفي بتاعك ويبقى معك شهدات ويبقى معك خبرة وتبقى تدربته وتبقى حاجات يعني تفيدك بعد كده بعد التخرج ما تستناش يا صديقي لما تتخرج عشان تعمل كل حاجات دي انا خريج دلوقتي انا تخركت خلاص الحمد لله فانا لسه النتيجة ما بانتش وان شاء الله يعني هكون خريج ان شاء الله فانا جاي لك من المستبل وبقولك كل صحابي دلوقتي اللي خدوا الاجازة بيجروا دلوقتي ياخدوا كورسات عايزين يطوروا نفسهم وانا ادمنين ان هما ما خدوش الحاجات دي وهما لسه بيدرسوا فانا جاي لسه اكمل دراسة ان شاء الله ان شاء الله انت مش تبقى خريج ولو خريج في انت حالك يعني من حالي في الدنيا زي الفول ان شاء الله يعني نشاء الله يعني دي سمال حأخد برضو كورسات بس ماتستناش إلح أخد كورسات من دلوقتي طب يا طارق انا عايز أخد كورسات بس انا بنت مثلا وانا اهلي مش عاربوا ينزلوني او انا ولد او بنت وما معاييش فلوس ان سننزل اخد كورسات يا طارق اعمل ايه هقولك ان احنا اتكلمنا في الموضول ده كتير اوى صديقي ونزلنا عنه فيديوهات كتير اوى صديقي فيه مواقع اونلاين كتير جدا بتقدملك كورسات وكورسات محترمة وفيها شهادات وشهادات معتمدة كمان زي رواق وادراك وكورسيرا ويوديبي ويدي اكس وحاجات تانية كتيره صديقي انت بس اللي مش متابعه مش بتشوف الحلقات اللي فاتت انزل اعمل لايك وسبسكراب صديقي بيفوتك حاجات كتير والله اخر حاجة معنا صديقي تعملها في الاجازة بتاعتك واللي هنختم بيها الفلوس مو انت في اجازة اكسب لك ارشين كده علشان تدلع نفسك طب انا حاولت انزل ادور على شغل طارق وملقتش الدنيا مقفلت الطارق وفيش شغله خالص والبطلة والعطلة والدنيا خالص خربانة اعمل ايه طارق هقول لك يا صديقي ان انت لسه من شوية انا قلتلك على حاجات تعلمك برمجة وفوتوشوب وتسويق وتسويق الالكتروني وكل المهارات دي هتاخد كل الخبرات دي صديقي وتدخل على حاجات اسمها مواقع الخدمات المصغرة دي مواقع منها تقدر تستغل الخبرات اللي انت عملتها دي وتتعب على نفسك فيها شوية وتجتهد وهيجيلك معان طريقها الشغل وشغل اونلاين وانت في البيت وبمبلغ كويسة ان شاء الله زي خمسات وفايفر والحارفة وأبورك وغيرهم كتير ذكرناهم برضو في حلقات فاتت بس انت اللي مش متابع صديقي وكمان ممكن تدور على شغل وهو وظايف اونلاين عن طريق الفيسبوك بنزل عليه في مجروبات كتير جدا وظايف واللينكد ان اللي هو الموقع اللي انا قلتلك عليه فيسبوك الشغل اللي لسه مكلمك عنه من شوية لو عملت كل ده صديقي فانا اضمن لك اجازة نكحة جدا وهتلاقي شخصيتك اتغيرت وهتلاقيك في حلقة تانية خالص ويا سلامبال بتزود على كل دول انك تبدأ تتعلم كده مهارات جديدة زي قراءة الكتب مثلا هتفيدك جامد والله فان ده الوقت تبقى واحد التحت واحد يتعلمت مهارات جديدة برمجة وصفت سكيلز ومونتاج وفوتو شوب وحيات من دي نزلت اقدرابات صيفية وخدت خبرة خدت كورسات من بيتك اونلاين على مواقع وكبرت السيفي بتاعك كسبت لك ارشين وفلوس هي دي الاجازة المسالية صديقة اعتقد يعني فانا عايزك تفرحني زي ما انا ساعدتك وانزل الوقت اعمل لي لايك على الفيديو ده وانزل اكتبلي تحت في التعليقات تمت بحمد الله عشان اشوف مين اصدقانا اللي يكملوا الحلقة للنهاية وما تنساش تعمل سبسكرايب والتابعني عشان يوصلك كل جديد يا صديقي اتمنى الحلقة تكون عجبتكم واتمنى تكونوا فادتكم وتكونوا اتبسطتم كان معكم اخوكم طري الصادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته